اشتركوا في القناة بكل محبة وبكل صداقة وبكل أخوة أني رحب بضيف مميز بضيف عزيز وبضيف عم بجيبه مرض السرطان بكل قوة بكل إيمان وبكل صبر الضيف الأخ ويسام أدوح ويسام أهل وسهلا فيك حبيبي حبيبي تشرفنا كيف حبيبي تشرفنا كيف على مجيئك رغم الوجع رغم الألم رغم كل شي ويسام هلأ رحيحكلنا عن قصته بعد شوي بس قبل ما نفوت بالتفاصيل أريد وجهت تحييي للواتساب ميديا ناتورك لجميع الدعمين والواتساب ميديا ناتورك للسلينك تيفي عربي أكثر من مئون و Th ㅎㅎ إزايا عربية بلاس بي أم سبورتز والمشاهد بلاس تابعونا وتصلوا فينا وتواصلوا معنا لحتى تحصلوا على أسبوع مشاركة لمدة أسبوع مجانا أيضا تحييي للسبانسر تبع البرنامج الأخ مروان فرج والعقاري الأخ علي شرارة أيضا من سنشيري 2021 ويسام أهلا وسهلا فيك مرة تانية المشاهدين إن شاء الله حيكونوا كتار ومتمنى منهم أنهم يطرحوا أي سؤال أي كومنت بمربع الخاص بالكومنت ونحن إن شاء الله نكون دغري عم نسأل الأسئلة وشاركوا الفيديو لحتى تتوصل هذه القصة المليئة بالعبر وهلا ستشوفوا تسمعوا من صاحب القصة نفسه ليش عم بول على الحكي أستاذ ويسام أهلا وسهلا فيك حبيبي مشكور الله يقويك وندعي الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الفضيلة يلي طبعاً نحن أيضاً بدنا نتوجه للأم الإسلامية بأحر التهاني بحلول عيد الأضحى وندعي ونقول لكل حجاجنا حج مبرور وسائم أشكور إن شاء الله يطعمنا ويطعم الجميع بهذه الأيام المباركة إن شاء الله وبقدرة قادر إن شاء الله الشفاء خبر بس عوشي عنك خيوي سام بس باكراوند عنك يعني معلمت عن حياتك والله بالصراحة أنا عمري 30 سنة إلي تقريباً 6 سنين متجوز عندي ولدين آدم ونوح الله يخلك إيه الله يحفظك إن شاء الله ويعني إنه حياتي عادي طبيعي إنه بروح حشول برجع على البيت برجلس مع زوجتي البعض مع أولادي بنظهر بنتسلة كل حاجة تمام حياة طبيعية كنت؟ كان طبيعي طيب كانت طبيعية وإن شاء الله ما زالت وحضى الله طيب شو لنت التحوى شو الترنينج بوينت يعني شو اللي صار لحتى تغيرت الحياة يعني كيف من طبيعية عادية روتينية متل كل الفيمليز متل كل العالم فجأة صار في شي عندك جديد طرع حياتك والله على رأس السنة إجالي إنه أخبار إنه أنا عندي السرطان هلا بنسبة كيف أنا عرفت ألماني روح الدكاترة وأيوشي ده كان عندي إحساس مش طبيعي إحساس إنه عندك شي؟ مضبوط أو صاحبك شي مع إنه أنت بتروح عند دكتور على الأقل كل ستة شهور وبتعالفحوصات بيان الشي معك؟ ما بيان من المرة يا ريت يعني لو بيان من الأساس كانوا أعملوا شي بس هذا النوع المرض هذا النوع السرطان ما بنعرف ليكون بوقت متأخر بالظبط نعم انتشر فيك وصار متفشي يعني منتشر سبريدران أوكي هلا قبل ما أنا روح على الحكمة وأيوشي كنت أنا عم تعذب شوي بالبيت كنت عم ضلني إعراء وأمرض بالله إبني استفر أكلاتي ما تفرق أي وقت لو بالنهار أو بالليل هل قديش بقي معك هالعارض؟ والله دليتني تقريبا شي شهرين وموس قبل ما رحت شفت أنا الحكمة أوكي أول شي يعني نحنا كنا بوقت إنه شتوية ما كانت حاسب إنه في شي أنا قلت إنه أكيد عم ممرت من وراء الطائس خاصة إنه عم ضل برة بالشغل وكان في بلد بوقتها وإنت شغلك كسيكورتي يارد؟ مية بالنسبة نعم أوكي من هي حتى نفهم مش هين لشغلك بره أنا كنت أنت بشكل سيكورتي بالمدارف والمحاكم فكان مفضل لك بره عطول مزبوط نعم اختنعت على آخر حسيت كأنه شي قاعد على صدري كأنه شي عم يدفش على الرواية سلمت قلبك نعم الله يسلمك سو آخر شي رحت أنا على الحكيم قلت له واحد اثنان ثلاثة قلت له أنا حسس هيك 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 قال لي طيب ماشي بنعمل لك صورة بنشوف الوضع شو طيب عملوا هالصورة طلع شي موجود بالصورة مش لازم يكون موجود شي مش طبيعي شي مش طبيعي شي مش طبيعي هلا هن بوقتها ما كانوا عارفين شو نعم كمان أكيد شي مش طبيعي بس ما عارفوا شو هو مية بالمية هالحكي بتجانيوري ولا هذه صارت اي بتجانيوري بآخر شهر واحد من هالسنة مزبوط كانون الثاني من هالسنة أوكي سو بعطوني على المستشفى يعملوني لبعاد فحوصات ويرجعوا يصوروني كات سكان ومراي ليقدروا يتعلموا شو عم يصير بجا قلب جسمي بعد ما عملتها أول فحوصات وكل شي إجا دكتور اللي عندي واني بقلب المستشفى وهيدا دكتور خصوصي للسرطان نعم بلش يشرح لي إنه عندك وقاح اثنان ثلاثة بقلب جسمك قلت له طيب كيف ما عامل فحوصات كلستوشر وما يخدين دم مني ومش يمبين شي كيف هلا فجأة صار عندك طلع تومرز يعني أيوه يعني أورام هو طلع تومرز أكبر وحدة بصدري نعم هذا فوق الرواية ولفي على القلب سلمت قلبك نعم الله يسلمك نعم نعم بعدين طلع في تومرز بقلب الرواية نعم سو الضغري قالولي إنه هيدا النوع السرطان كتير قوي وبيكبر على السريع ما في إلا علاج واحد قلت لهم طيب شو هو العلاج قالولي بدك تدخل عالمستشفى تعمل كيموثيرابي وبس تخلص كيموثيرابي إذا زغرت التومر نقدر نشلك إياها تستقصلها نعم بحال الضغريت بفيه اشتثاثة نعم سويلت لهم طيب أوكي سألتون إذا في مجال إنه نعمل أي علاج تاني غير الكيموثيرابي عشان أنا بعلمي بعرف إنه الكيموثيرابي بيأزل إنسان الكيموثيرابي ما بيحسن بالجسم إنه شو منيح وشو مش منيح ما بيعرف هو بيقى تلك الشي منيح ومش منيح بالجسم سو فعلا إنه في سعدك يجرب يقتل السرطان بس من نفس الوقت عم يقتلك جسمك من جوا بس هيك هيك إنه قالوا لي لا ما فيها غير هيك علاج طيب طيب يخيه نجرب هيك ونشوف شو رح يصير نعم بلشنا كيموثيرابي أول مرة رحت عالمستشفى عادت بالمستشفى تقريباً من عشر المهار حملنا كيمو وكل شي وخلصت كيمو وبلشت شوي شوي يروح شعراتي نعم بلشت حس بتعب بحياتي مش حاسس فيه بتعب كأني أنا كبير بالعمر كأني شي عمري تسعين سنة نعم طعم كده شي حاسس قبل نعم وصلت لمرحل إنه ما قدرت حتى همشي على إجرية بالبات بدي أطلع بدي أكل بدي أطلع الحمامة أو أي شي غيري تيابي ما أقدر بدي أحبي ياريت حتى إنه فيني أمشي على إجرية كنت عم بحبي أنا أول ما بلشت الكيمو ثيرابي بس اللي بيشوفك بها المشاء الله يعني بها الإرادة يعني ما بيصدق والله اللي بيشوفني بهذه إرادة وما مصدق عم تسألني برا عم تللي بس مش نبين عليه هيدا بالصراحة يا خيه خليني لك هيدا شو هيدا الإيمان هيدا الإيمان بالله سبحانه وتعالى الحمد لله الإنسان اللي خاطت حاله بهيك موقف وبيتكل على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيريحه في كتير عالم أنا بشوفهم قدام عيوني بيكونوا موردة أو بيكونوا تعبنين أو صوب الموت وبتطلع بوجه بس ما بتشوفهم مرتاحين هيدا عشان الإنسان ما عنده إيمان الإنسان اللي عنده أمان ومتكل على الله الله سبحانه وتعالى بيريحه الحمد لله يعني فعلا من جوا بيّن أنه أنا عم موت بس من برا الإنسان بيطلع فيه بيقلي كأني أنا بادي بيلدر أو إنسان بيروح طبيعي على النادي أو أي شيء بس هو الحمد لله كل شيء بيدي الله سبحانه وتعالى و رح يصير رح يصير الحمد لله هذه النقطة مهمة أنا فقط عشرت إلي يا أخي ويسام لأنه من هوني بينبع الأمل و من هوني بينبع يعني القوة بتنبع القوة والإرادة أنه رغم كل شيء عم بتقولي عم بتقولها درجة أنك بدك تلبس تيابك أو تستعمل حمام يعني بدك تحبي يعني ما في أصعب أنا بلك إياها يعني ما في أصعب منه إنسان كان قادر يروح و يجي ويركد وينوت و و يسوق و يشتغل و بدك إياه وصار أنه لشغلة بسيطة جداً مثل تلبس تيابك صار صعب عليك مع ذلك الحمد لله نشكر الله إياك بكامل الإيمان بكامل الصبر و العزيمة طيب لما تعبت هالتعب كله هيدا الحكاية أمتين بشهر اثنين شهر ثلاثة؟ وهو أنا دغري بلشت علاج من بعد ما هني شهر واحد بلشت العلاج دغري والتعب أمتين بلش؟ عفوا؟ التعب أمتين بلش بعد العلاج دغري مباشرة دغري ما أخذت وقت كثير حتى أول ما خلصت كيموثيرفي ما أخذت يومين ثلاثة أيام بلشت حس بالتعب و بلشت حس أنه كانه جسمي ضعيف صح عمبي عم يضعف نعم ما عشي مناعة و حاسس كأنه ما عندي عضل بالمرة نعم كيف الطفل الصغير أنه ما في يعمل أي شيء ما في يتحرك ما في يعمل أي هكا أنا حسات ما فيني يتحرك ما فيني أعمل شيء ما فيني روح وأجي مثل ما كانت أعمل يعني حتى يعني أحبه و يعني أستحي ومني عارف أنه كيف زوجتي أولادي رح يطلعوا فيه و إذا أنه أنه رح يطلعوا فيه أنه بزعل و أهر مش فهمان أنه كيفين يفهمون أنه مش عارف كيف يفعلون أنه يكونوا مرتاحين بس شو بدي أصور عندك ولدين؟ مظبوط آدم و عنده نوح آدم و نوح شو عمارون؟ ابني آدم صار عمره خمس سنين عمر كله حبيبي و ابني نوح إن شاء الله رح يصير عمره سنتين بهالشار إن شاء الله يا رب العمر كله زوجتك من الصبرات و هي لا تحيي لزوجتك و لأولادك و لأمك و للحج الوالدي و لكل أهلك و كل مراجبينك و كل محبينك و إحنا هون خينا وسام حدك و معك بالدعاء طبيعي ما فينا نكون محلك ياريت لو فينا تقاصب عنك الوجع ياريت و الحكي مش بس حكي نثر أو شعر لأنه اللي عم تمرق فيه يعني أنت وقعد هلأ هون موجوع فإحنا بنقدر وجودك عاليا جدا يعني يعني والله الحمد لله الله كريم و الله مع الصابرين و هيا الله سبحانه وتعالى بي لنا أسعى يا عبد الله أسعى معك و هيا لنا عم نسعى أنت هلأ ربك حطك بموقع الاختبار يعني على الخط الأمامة أنه أنت إنسان مؤمن قبل ما تصير معك التشخيص صح؟ مظبوط وما زلت لبل صرت أقوى هلأ إيمانك برب العمر يعني هذا لأبتلاء كبير يعني صراحة لأمتحان كبير جدا كيف اليوم عائلتك كنت عم تقول من شوي أنه ما كنت أنه كنت تخاف أو ما تعرف كيف الزوجي والأولاد كعائلتك الصغيرة يعني مباشرة وعائلتك الكبيرة كيف تقبلوا وضع كيف تلقوا الخبر يعني كيف كان تعاملوا معك والله ضيني وبينك الخبر كانت صعبة صعبة كتير يعني زوجتي وولادي كلهم متكلين علي زوجتي ما تشتغل أكيد هي تشتغل إنه سبيت وتربط الأولاد وكل شيء إن شاء الله حتضلك هيك بصحتك إن شاء الله الله حاكم لك الصحة إن شاء الله يا رب إن شاء الله الله يسمع منك وولادي إنه كتير زكاية بالعمر اللي هني فيهم الحمد لله يعني بس كمان إنه الخبر إنه بس واحد يعرف إنه في شي مرض وما في شي يعملوا هني يساعدوك إنه كمان هاي دي فيها وجع يعني أنا بعرف إن الزوجتي تطلع فيها بتساعدني قدمة فيها لو بدي إنحمل أو تمشى أو أطلع على الحمام أو أطلع على التخط أو أكل أو أي شيء بتساعدني بكل شيء برقة الله فيها بس كمان أصعب شغلة بالإنسان الإنسان يشوف إنسان موجوع ومش قادر يعمل شيء ما يقع بلّك يريت لو فينا نحمل عندك وجع يعني ما يريت ما حدا يحس بالوجع ومعنا نفس فيه يريت يريت الله يا رب بلاك بس ربك كبير ربك يعني رحيم وربك يحيي العظامة يا رميم إن شاء الله بس ما وجه تحقيه لمشاهدينا وهذا ويسام يعني أخ دليل خير دليل عن الإنسان المؤمن الطقي الصابر يلي عم بيتحمل وجع عم يتحمل ألام كان يشتغل وإن شاء الله يا رب ما أتمنى لكم كل خير تعليقاتكم مشاهدينا كمان مهمة إلنا وشاركو الفيديو حتى يوصل الأكبر عدم من الناس ويسام أنت اليوم شرفتنا كأول ضيف ببرنامجك وبيتك بواتساب ميدا نتورك عبر واتساب ميدا نتورك ببرنامجك إلا كنتين تناولد حاول قد يتم تستطيع حاول ما يلغب ويحنا هون إنت هونة مش فقط حكي يعني انه بس تتتتتتخد أن إنت عن جدتًا من نفسه لأن اليوم لما نشوف ناس تتضيق من شغلة معينة ومشتغلة صغيرة خلاص بيتعكر مزاجة ويتزعر ويتنقهر يعني تقولوا باللبنانة اللي اللي بشوفهم مصيبة تغيروا بتعلمها مصيبته أنت اليوم بارح عم تقول لي ما نمتش الليل مظبوط يعني لا ليلك ليل ولا نهارك نهار نا نحن بطريقة عم نحاول نفرجي المشاهدين نبذة أنه كيف الإنسان يشكر ربه ويحمده على كل نعم يلا أعطيها يلا هي أقل أنه فيش عنا وجع أنا يرات الإنسان يحزه ويعترف برحمة الله سبحانه وتعالى وقداش كريم ربنا سبحانه وتعالى يعني النوم شي كتير حلو شي كتير بيفيدنا راحة رياحة لأينا ويعني حتى أنا عم تعذب مش قادر نام سلامة ألبك بتسطح بخفل ساعة ساعتين برجع بصريخ وعيت ووجع وقهر ومش بس هيك يعني غير الوجع اللي أنا بحسه بحس الوجع بحس وجع زوجتي مثلا بس بحس أنه عم تح عم خليها تتعب وعم شوفها إنه عم تنقهر علي وبعرف إنه هايدي كيف من هالشغلي عم تأذيها وأني حاسس معها أكتر من أنا ما حاسس إنه بالوجع تاعي ومني عارف شو بدي أعمله أنا موقف مني عارف كيف بدي أبرم لمين بدي أتكلم فيه الله موجود أكيد فيه الله موجود يخي الله كريم والله دائما موجود يا حبيبي وبنتك عفن ومرتك بنت أصول يعني الحمد لله تحيي له مرة تاني إنه مش سهل يعني إنت شاب الله يطول بعمرك عمر كتين سنة بعد وزواجته حديثا من ست سنين وعنكم طفلين مش سهل يا لأ واحد يحكي الواقع بس مع ذلك إنه تضل حدك ومرفقتك بالحلوة وهلأ يعني بهذه المحنة يلي إن شاء الله غايمة وبتزول كمان هذا الشيء يعني لأجر عظيم يعني اليوم خيوي سام يعني حدثنا عن نهارك شو نهار لك طبعا يعني واجع مش عم بفيرك الله يا رب يشفيك ويخاف عنك ويشفينا ويخاف عنها ويشفيك المريد يا رب والله بيني وبينك النهاري كل يوم غير الشكل أيام إنه بقدر بتحمل الوجع أمشي عادي وإيام ما بقدر حتى أتحرك من التخط أيام بنوجع ويكون عم سرخ ومش قادر أحمل الوجع بقت الأيام كون ساكت هلا بالعادة إذا بقدر بكون مرتاح ويكون نيم مع المظبوط وبفي مرتاح إنه بفيه وبمشي نهاري بجرب إنه عيش نهاري عادة بفيه بيعود مع أولادي بيعود مع زوجتي بضهر بغير جو بيشتري غراض للبيت بزور العيال شو مكان إنه بجرب خلي إنه حياتي ما تتغير كثير عشان أنا مرضت نعم المرض فيه يأثر كثير على إنسان بس الشيء الوحيد اللي ما فيه يأثر على الطريقة لإنسان اللي يفكر فيها صحيح طالما إنسان عنده إيمان وعنده قوة قوية الحمد لله وطالما هو يحط عقله بشغله ويمشي عليها فيه يكون قوى ويسول هو محتاج الحمد لله الحمد لله يعني هيدري السيلي صراحة قوية جدا يعني بالمعنى بالمضمون بالشكل بهيك زمن كمان بحاجة كل من نتذكر أنه يعني عطل نطيق لرب العالمين طبعا تحية كبيرة للكميونيتي عندنا لأنه ويسام طلعت أنت GoFundMePage هي فقط عربو محبة وصداقة من الجيلة الكريمة كل الجيلة إن كانوا بميشيغن وإن غير ميشيغن نحن ناس المعطاة الخيرة فتحيي لكم أيضا لأنه بلها كمان دعم الناس كل الناس إعلاميا مثل واتساب ميديا نتورك ماديا مثل هجيلة الكريمة المعطاة ولكن أنت عم بتبين أنك أنت جذير أنت يعني worthy من هذا الدعم لأنه أنت شخص رغم كل شي عم تسعى كل شي رغم كل شي عم تطلع عم تحوط عشي حياة طبيعية لا بل إن شاء الله يعني عم تحاوط تتغلب على المرض وإن شاء الله قدرت قادر تتغلب على المرض لأن أنت عم في وجه العام أنت مش مستسلم لا بل ما زيت عم تشتغل بعض الأحيان بعدك ميشيغن؟ مضبوط هلا بالنسبة للشغل عم روح على رياحتي بس يكون عندي مجال أنه ما كون حاسس بالوجع كثير بروح بشتغل وبيزبط الأمور بس بس حس بالوجع بضل بقعه بالبات بيكون بالتخط نعم بجرب قدمة فيه أنه مثل ما عم قل لك أنه ما بخلي المرض يأثر كثير على حياتي بس قدمة فيه بس فيه شغلات ما فيك أنه شو الكلمة اللي بدي أقولها؟ بس 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 خارج لطلع السيطرة عندها بس 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 ومش عايب الواحد بمناسبة خيويسام أنه وأنا موجوع أو حتى يعبر عن وجعه أنا بصراح حبيبي بكل حياتي أنا ما طلبت شي من أي إنسان دايما انتكلت أنا على الله وعرفت أنه الله سبحانه وتعالى نعم بالله أنه بيعطي كل شيء لإنسان محتاج والحمد لله الله سبحانه وتعالى كان مني بكل شيء حياتي الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله بعض الخير لقدامت الله رأسك بس كمان أنه فيه أيام وجع أنه قدمة داعات قدمة حتى كل شيء بقيت الله سبحانه وتعالى الإنسان كمان بيحس وفيه وجع قدمة داعات أنه ما بيروح بس هايدي كمان بالنفس الوقت ما بحسبها أنه شيء مش منيح هايدي يعني بيحسبها رحمة من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله طيب اليوم قبل أن نفتع الشقة الاجتماعية السوشال يعني من كل النواحي بدي بس أسألك سؤال يعني فضل يا خي الله يزيد فضلك يا رب اليوم الكيموثيرابي ما مشي حاله مضبوط عملت أربع مراحل كيموثيرابي حقا عملت ثلاثة ما قدرت أوصل للرابع عشان الثالثة واحدة قزتني بطريقة بشكل مش طبيعي طيب الدكاترة شو قال اليوم إنه ما فيما شو يعني بعد هايدي ما فيش علاج حاليا هلا بالنسبة الدكاترة ما عاش فيه علاج ما عاش فيه شي هني يعملوا هني قالوا لي أصلا من الأساس النوع السرطان اللي أنت عندك إياها It's very rare نعم نادر جدا نعم وغير هيك قالوا لي إنه It's very aggressive نعم وجدا عنيف ومنتشر أيضا عن تحكي بالصدر على الرواية وبالكبد وعلى قلب وعلى قلب وعلى قلب سلامة قلبك وسلامة قلبك حبيبا طيب اليوم اجتماعيا ويسام اللي كان يشتغل يطلع يروح ويجي وزي ما قدت فتات قلت يعني متعودة على حالك ما عاصت حدا وإن شاء الله لا يعاوزك لحدا ولا يعاوز حدا لحدا إلا يا رب وجل كريم اليوم كيف نزت الأصدقاء اللي إليك يعني اليوم رفقاتك اللي كانوا يصاروا عندك مثلا أو تصار عندهم كيف قبل وبعد يعني كيف قبل الدايجنوزز قبل التشخيص وبعد التشخيص والله بالصراحة اتغير كثير مثلا مثلا بالقبل كنت أنا أدخار شوف رفقاتي كانوا يجبوا لعندي وكل شيء طيب وكان طبيعي بس هو كمان الغلط مش من عندهم أنا بس مرضت شوين عزلت وبلشت كيموثيرابي أنا أديات من العالم وبلشت الدفش العالم عني وما كانت شغلة بإيدي يعني ما قادرت أتحمل بس كمان أن كنت بموقف أنه ما بدي أشوف حدا ما بدي أحكي مع حدا ما قادرت تخلي حدا يشوفني بالموقف اللي أنا فيها فهمت عليك هل الباست فرينز رغم أنك حاولت تدفشوت بعضهم عنك حتى ما تأذين أو حتى ما يشوفك بك موقع هل أصر البعض منهم أنه يدل يجي لعندك يتردد لعندك يزورك يسهر معك مثل البداية ما يحسك أنه أنت معك شيء يعني يعاملك بني حقيقة حقيقة وأنت متقبل واقعك يعني أنت ما فيه يعني الموضوع مفروغ منه بس مع ذلك أنه هل ما حاولوا مثلا أنه يعسك أنه أنت ما عشبك شيء حتى يساعدوك على العلاج أنه بعض الوقت العلاج النفسي هو بوازة إذا مش أهم من العلاج الطبي منظموط بس هلأ هو المعرفاتي هلأ نعم أنه يجوا عادي ما فيه شيء كثير يتغير نعم هو التغير أنه حسيتهم أنه صاروا حنينين أكتر حنون أكتر نعم حنين أكتر نعم حنين أكتر أنه يساعدوك برقفي نعم أنه حسيت حالي أنه ما عجبني هذا الوضع عم يشفع عليك نعم ما حبت أنا بيني ولك عشان ما بدي حدا يحس أنه لا هذا خلاص أنه صار معه السرطان خلاص أنه ما فيه يعمل شيء ولا ولا يقدر هلأ يشدع حاله ويساعدوك يحسك بالعجز نعم أنه أنت معك سرطان لا برضو لو عندك مرض يخي أنك برضو طالما أنت عندك عقلك قوي وعندك أمانك قوي ما فيه شيء أنه يأذيك ولا يأثر عليك طيب لما أنت حدا يحسك بموقف ويسام حدا من رفاتك يجينا عندك حسك أنه لو مش بقصده حسك أنه عم يشفع عليك زيدي على الزوم غير العادي أنه أنت تلاحظ أنه كان قبل السرطان شيء وبعد السرطان شيء شو بتقول له هل بتحاول تواعيه أنه يمكن الإنسان عاطوف يعني بالخص نحنا كمان كعرب يعني معرفين نحنا ناس عاطفيين جدا هل حاول تواعيه بهالموضوع أنه هذا شيء يدايقك؟ بدايقني شوي بس أنا قدمة فيه ما بحكي شيء ما بتحكي شيء؟ ما بحكي ليش؟ عشان بالآخر يخيل أنه هذا نفس الإنسان لحبك وعزك وكان يجي لعندك ومش بقصده بك ورد أكيد مش بقصده هلا أكيد هما هو الإنسان أكيد مش بقصده الإنسان بس مع الأحساس اللي نحنا عنا إياه نحنا بالغلط إياه نتعامل هيك بتغلب عاطفتك على حقلك؟ هيك عصدك؟ أنه بتغلب العاطفة هي بتحكمك العاطفة؟ بالظبط طيب وأنت بتحبش هذا الشيء طبعا؟ لا أكيد لا طيب بس حمد الله أنه ما فيك إنه تقول إنه هيدا غلط منهم عشان إنه هنه ممكن مش عارفين أو ممكن هنه إنه بس بدون إياك تعرف إنه يكون مهتمين فيك وإنه بتهمن أنت مية بالمية واضح طب هل أنت حول تقول له مثلا أوكي أنتوا عراسي وإهتمامكم عراسي بس إنه أنا هدا الشيء مثلا بدايقني لأنه ما بدنا كم يكون هدا الشيء كم يكون عم بدايق على صحتك العامي يعني إنه مرأتك شعور بدايق على الصحة العامة ككل هلا إيه بدايق وكل شيء بس إذا أريدك تعد تفسله لكل واحد من أصحابك ورفقاتك والله رح تتعب حالك أكتر يعني أنت برأيك إنه مفوض إنه منه الحال أن يعرفه بصراحة إيه؟ أوكي بصراحة إيه؟ بس عشان يعني لو إنسان مرد أو تعب أو يصل له أي شيء مش لازم تعمله غير أو تخليه يحز غير عشان إنه في شيء لا، هيدا غلط بيني وبينك نعم المرض ما بيغير الإنسان هو الإنسان اللي بيتغير نعم هيدا كلمة أخرية وكلمة مهمة جدا طيب ويسام حضيك شوية ريحة أريد نعم واجهة تحية إلى واتساب ميديا نتورك ولكل الاسبانسور تبعها واتساب ميديا نتورك واجهة تحية لسلينج تيفي أكتر مميباتين إزايا عربية بلس البيام سبورتس والشاهد بلس تواصلوا معنا على واتساب ميديا نتورك لحتى تحصلوا على مشتركة مجانية لمدة أسبوع وإن شاء الله بتنجد أعجابكم أهلا تحية للاسبانسور تبعها A Spot of Hope بقعت أمل على إشراره العقاري Century 21 ولمو إكسبرس للزميل مروان فرج تحية لكم جميعا منطلع مع بريك أصير جدا ونرجع لكم مشاهدين خليكم معنا موسيقى 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 الصدقة أو الشفقة بأي صدقة بالعكس ويسام درس بالأمل درس بالإيمان وأنا أقف عاجزاً وحائر قدامه لأنه يلي عم بيمرؤ فيه عنده طفلين ومرأة يعني زوجي تحيي إليهم طبعاً لا يطول بعمر خيو يسام أنت درس بالإيمان ودرس بالعزيم وبالإرادة وهذا هو يلي نحن عم نحاول وسط العالم عبرك اليوم أنه الإنسان ما يستسلم مش ذقتني شوكي أنا ذقتني شوكي ببدلني أبكيت له الليل يعني ما بيصير هيك والله شو فيك تعمل بس حمد الله بس أنا بيني وبينك أنا شو رح يصير رح يصير معي بس أنا أهم زوجتي ولادي هني أهم شي عندي إياهم بهالدنيا ويعني أنا والله الحمد الله حمد الله حمد الله ثلاث مرات الله سبحانه وتعالى هداني زوجتي يعني ما فيه أطيب من قلبها الحمد الله كثير مؤمنة وما فيه أحلامها أنت مؤمن لأ أنك أنت مؤمن طيب الحمد الله أنا والله بيني وبينك أنه هذه الطريقة والطريقة اللي أنا بعم بكلم فيها عشان أنه كان عني التربية منيحة وإمي حمد الله ربطني الطريقة تكير منيحة بتحية لأمك تحية للوالدة لكل قربينك حتى ما ننسح حدا حبيبي عراسي حي حبيبي حبيبي أنت فخر وأنت وجعك وجعنا خيوي سام وقصتك أصطنا يعني برجع بلك إيه المرة المليارية ياريت لو فينا تتحمل عنك جزء بسيط من الوجع والطعبي اللي عم تحمله لقد رأيت محدة يحس بها الوجه ولا يشوف أي مكروه بأي أولاد ولا يتعبوا ولا ينأزوا متمانع بنأزه يا رب يا رب ابعد المرض عن كل العالم يا الله أمين يا رب طيب اليوم مستقبلاً نبحث عن المستقبل ما توقعتك طبعاً كله يعني إن شاء الله بمشيت رب العالمين إن شاء الله نسمع خبر صار في علاج أو إن شاء الله يا رب بدرت قادر أنه بس أنت اليوم شو إحساسك والله الحمد لله يعني باني وباني كل شي بإضربنا على الله سبحانه وتعالى رح يصير رح يصير إذا الله سبحانه وتعالى رح يشفيني إنه مين غيره فيه يشفي أمين يا رب مين فيه أحسن من الإنسان اللي حط المرض بالإنسان يشفي إذا الله شفانه إن شاء الله بكفي شغلي بدل أنه حد سوشتي وأولادي وحيش حياتي طبيعي أمين يا رب أمين يا رب إن شاء الله 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 لازمنا لها إنه كل شي يمشي حاله بس هو والله كمان إنه بيجي موقف حياة الإنسان إنه كمان بده يفهم إنه أدمى كان منيح وأدمى دعا لالله سبحانه وتعالى كلمة رشفاء إنه ممكن الله سبحانه وتعالى ما يشفي عشان ممكن يكون وقته عشان هيدا ربنا سبحانه وتعالى بيكون إنه معطيه رحمة منه إنه هيدا إنه هيدا الله سبحانه وتعالى يرحمه من عذاب الدنيا نعم ربك رحيم كمان إنه الله سبحانه وتعالى عليم وأعلى وأكيد إنه هو بيعرف أحسن مننا إنه بنسبة شرح يسهر نتكلين على الله إن شاء الله يا رب طيب أنا عطت معك تقريبا حوالي ساعتين قبل ما نفوت على الستوديو مضبوط وبكل جملة بدأي مبالغ ماشينا الكرام بكل جملة ما في جملة مرأة غيرنا عم يذكر ويسام الحمد لله يا رب يا الله وعم بيحكي كلمات جذيرة بذكرها بس لكثرتها صراحة يعني لا تعد وتحصى ويسام شو سر الإيمان اليوم هل هو فقط إيمان رب العالمين سبحانه وتعالى اللي هو طبعا يذير بالعبادة والإيمان ما في شك بس إنه اليوم شو سر التعلق رغم أنت عم تمر بكل هالظروف هاي كل الصعوبات والوجع يعني شو مخليك تتمسك بها الشغلة والله طالما عندي الله سبحانه وتعالى طالما حاسز حالي أنه أنا فيني أعمل أي شيء الحمد لله هاي أول شيء الثاني شيء الله سبحانه وتعالى بيدله معنا بكل شيء نحنا بنعمله لو نحنا عم نتعذب وعم ننوجع وأي شيء هلأ في كثير عالم يقولون إنه ليش أنا وليش عم يصير هيك وهيك بس يخي ليش لش نحنا نسأل ليش من نحنا لنسأل ليش نعم نعم ما في شي بيصير بهالدنى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأكيد الله سبحانه وتعالى ما بيزيق عبده طبعا ما في شك نعم بالله ما في إلا بيساعد عبده وبيشفيه وبيعطيه وبرزقه وكل شيء بيجي من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله من نحنا لنقول ليش أنا رح يصير رح يصير مت ما الله بده أهله سهلا الحمد لله يعني أنت إنسان مؤمن طيب طهر ترضى بي اللي الله كتب لك إيه لحد هلأ وعم ترضى بي اللي الله كتب لك إيه ما في شك وهذا هو مفهوض يكون الصيرات اللي كلنا نمشي عليه لأنه اليوم نحن اليوم موجودين هون يعني بصحة جيدة ولكن ما معرفش بخبيلنا القدر والزمن لبعدين فالإنسان يكون عليه كون مستعد إنه الإنسان يعني طبعا عظم نقول سبحاني اللي بيتغير سبحاني اللي بيغير ما بيتغير ناك طالما عنده الإنسان ذكر بالله نعم فيه يعمل أي شي نعم فيه يحمل أي وجه نعم فيه يسأل وما بده بهالدنيا وإذا الإنسان بده يكون ماشي على المضبوط على صراط المستقيم ما يتكل على أي إنسان إلا الله سبحانه وتعالى نعم ونحن بالله وطالما هكا الإنسان بيكون بيشوف الإنسان كيف يتغير حياته شوي شوي وبتتحسن مثل ما عمل لك العالم تتطلع فيه بفكروا أنه هاي هذا الإنسان شكله كثير كويس هيدا شكله بيفوت على النادي بيعمل رياضة مش شكله مريد بس برجع بعيد العالم بتصدق؟ ما في إلا الله سبحانه وتعالى الكريم يخلي الإنسان انت اليوم لهالعالم شو بتقل لي اللي هي بجعب بقلك في كثير ناس قد تكون مش بيأصدعوا وقد تكون ناس متفاجأة لأنه عادة واحد قولة كلمة سرطان كلمة مرعبة الله حتى تحكي الحق انت اليوم لهالناس شو بتقللون؟ انه اليوم إما واحد يتفاجأ فيك أنك مريض والله يا رب يشفيك ويشفينا ويشفيك هو بالنهاية ما حدا غير ما عنده علم معين يعني ما حدا غير ما عنده إلا ما عنده مشكل معين إما ظاهر أما باطني اليوم الناس اللي يعني بتتفاجأ فيك أو ياللي انه عند بعض الناس بتفكر حاله هي بعيدة عن هالشي كمان بتقول لك ممكن أنا ما يسري شيء أو بتفكر حاله أنه ما هيصيب هشيء شبتل للعالم هاي والله خليني يقول لك أهيان جواب لها السؤال انه قدما فكرتوا هذا الوقت بعيد والله أقرب من أي شيء تاني بكل نفس الانسان ياخد كل ما صار أقرب للموت نعم كل نفس بياخدوا أقرب للموت نعم كل نفس بياخدوا أقرب للموت نعم كل يوم عم يمروا أيضا عم أقرب للموت ما في شيء ما في أي إنسان يهرب من من حكومة الله ما في أي إنسان يهرب من الموت والإنسان اللي مفكر حاله أنه الموت بعيد هيدا الإنسان الله بيكون غدان عليه الإنسان اللي بيحسب بهيدا الحياة أنه الموت قريب وبيضلوا أنه بالذكر الموت والذكر الله هيدا النوع الإنسان اللي بيمشي على السراط المستقيم ما الله سبحانه وتعالى حطنا بهالدنيا ليش؟ ليش؟ لنكون تحت أمره لنعبده لنكون عالم طيبين ومناحي ما في شك؟ هو أصلا دين الإسلام بتعلمك كيف تكون إنسان طيب كيف تطهر قلبك كيف تمشي على السراط المستقيم وكيف تتقرب ل الله سبحانه وتعالى إذا أرأت القرآن كذا مرات وقد ما أرأته كل ما أنت تعلمت أنه الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم وأكتر شي معروف بقلب الكرآن أنه ربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم والغفور والكريم نعم أنا بقول لكم يا كل الله أنا بقول لكل العالم استغفروا ربكم تتوبوا ل الله انسوا هالدنيا اتذكروا الآخرة اتذكروا إنه فيه الله اتذكروا الموت اتذكروا إنه ما فيه أي إنسان كبير كلنا صغار نحنا حتى ما من نجي كبرنا قدام النملة ولا شي أنا بحس النملة هي أصغر شي بحس إنه هي أكبر من الإنسان نحنا ولا شي نحنا شايفين حالنا بهالدنيا ولاش عشوه هذه الدنيا متى ما الله سبحانه وتعالى بيقى بالكرآن اسيا بالكرآن هذه العالم لا شيء أكثر من غرفة فهي مكمي ولله هو طرفنا ما تفكروا فيه الدنيا لإنسان اللي يفكر بهدنيا كتير بيقسر الآخرة إذا إنسان يريد أن يطهر قلبه ويريده الآخرة ويريده الجنة ويريده أن يكون قريب لربه ينسى الدنيا كلياً يتذكر أن الموت قريب ما في شك طيب عندك سؤال اليوم أنت طبعاً كل شيء بتقوله التكلم رائع جداً ويريت يعني لو مني وجر يعني عطول طنم تذكيها الحكي لأنه هذا الحكي بيغير مش بس فكرة بيغير ما صارح حياة ولما تغير ما صارح حياة معناها أنت غيرت أحداث وغيرت بدايات وعم تلعب بنهايات يعني حياة مختلفة تماماً اليوم هل صدفت أنت أحداً مثلاً وحسيته مثل يعني أنت اليوم مثلاً قلت لي أنك ستتقدر كتير شغلات أكتر من قبل بطبيعة الحال طبيعة المرض طبيعة يعني كل المعاناة اللي عم تبرؤ فيها إن كان من قاعدة برة على البرندة شرب قهوة يعني من الصغيرة لكبيرة مصبب مش أنه أنت كنتش تقدرها لأ بس أنه هلأ مختلف الوضع طيب إذا أنت عندك صديق مثلاً نعم تحكي ما بمواضيع ها بتحس ناس بتتدايق من هالمواضيع مثلاً ولا كيف بتحس هو أكيد رح تعرف أنه في عالم رح تتدايق وفي عالم مش رح تتدايق بس بالآخر الإنسان اللي رح يتدايق من هيدا الحكة بيكون إنسان ما عنده قلب وبيكون إنسان ناسي ربه طيب يمكن يخاف طيب يلا الخوف طبيعي خي بس ليش لا تخاف الإنسان اللي عنده خوف كتير يعني يعني عارف حلو يكون ويعي أنه هو غلطان بهيدا الحياة الإنسان اللي ما بيخاف إلا الله سبحانه وتعالى ما عنده حدود طيب أنت اليوم عم تحيش حياة طبيعية حياة طبيعية الله يبيد عناك الوجع يا رب ويخاف عنك ويشير عنك الوجع وعن جميع خلق ربنا يعني اليوم تلعب مع أولادك عادي بالباكيارد وكل شي طبيعيه وعم تلي كنت إنه عم بتحاول تستغل كل دقيقة وكل لحظة مع أولادك الله يحفظ لك إياهم يا رب صح وعافي وزوجتك الله يحفظها خلينا الله يحفظك إن شاء الله طيب هل أنت اليوم بحياة مثلا شكرا حلمك بالحياة أنه هل الحمد لله تتزوج وتتزوج إذا تجيب أولاد ويشبت أولاد الله أنا كان عندي حلم بالصراحة عيش حياة عديمة حياة يعني مثل العطرة العديمة يعني عطرة العديمة عطرة العديمة أنا والله بالصراحة كانت حاببة أنه يكون عندي فارم نعم ويكون عندي مثلاً أمولس نعم نعم طيب بس أنه يعني حتى حتى التطبيعي الأشياء العديمة الأشياء العديمة يأخذ الكثير من العديد تعلم الشغلات اللي بدك تسويها أنه حياة عديدة أنه إنه مجرد قداش بتكلف مصاري بهالدنيا يعني إنسان بده يعيش حياة طبيعي يزرع ويربي حيوانات غالي وبتكون أغلى شيء بس هايدي كمام الناس بس الوقت إنه 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 هل الحياة اللي عمله بهالدنيا وروحه هلده نعم ويخلصه معده الطيبة وعمله وحسناته طيبة مصبوط مصبوط اللي أنا يعني الكلمات بمعجمة يعني صراحة بطولة وبعرضة مش عم بتسعني حتى أقولك إنه قداش أنا على قدر ما إنه إن شاء الله ربك كريم وربك عنده الدواء وهو الشافي والمعافي إن شاء الله أعاد ما أنا قلبي جدا يعني بيكبر فيك لما أشوف شخص بيخضم هالمعاناة وبيخضم هايدي التحدي عارف كيف هذا التحدي إنك أنت بعدك عم بكل كلمة عم ترهج فيها باسم الله وبيذكر الله سبحانه وتعالى ولا بل عم تكون درس بالعزيمة وبالإرادة وبالقوة وبالإيمان إنه شو ما يكون التحدي عندك خليك قوي طيب اليوم بآخر خمس دقاي خيوي سام بتشكرك مرة تانية إنه أنت وقاعد يعني عم تصبر علينا أنا المتشكرة حبيبي حبيبي هذا واجبنا هذا أنت اليوم يعني دوما تعرف أو عم تعرف أنك أنت عم تحفز يعني إن شاء الله مئات لألاف العالم عم تحضرونها إن شاء الله إن شاء الله شو الكلمة الأخيرة بتحب توجيهها أنتك لأهلك لأهلك لأريبيناك لأحبينك لأجلسك للإنسانية بشكل عام يعني للإنسانية للإنسانية والله والله والعام الأخير والأخير الذي يمكن أن أعطيه والأخير من العين الذي يمكن أن أقول هي تكلوا على الله، انسوا هذه الدنيا، ساعدوا بعض، حبوا بعض، لأن هذه الأيام كل شيء بالعكس، كل شيء بالعكس، عم نشوف عالم عم تتقتل وعم تتموت، عم تتفجر وعم تتقوص، وصعبة أن تشوف أنه هيك عم يصير بهذا الحياة، يعني لو كنا على أيام الرسول، شو كان حكي الرسول هلأ لو كان شايف الدنيا هاك؟ كيف كان طلع بهالدنيا وشايف العالم هلأ؟ الله هو أعلى، الله هو أعلى طيب لأرابينك وأهلك يعني هذيك يرسير جداً حلوي للعالم، للعالم يعني أما لأهلك لأرابينك للمحبينك يعني للمحبينك، يعني للمحبينك، يعني ماذا تقول لهم؟ وهنا ما شاء الله أنه أنت يعني هنا بكون ممكن خايفينين عليك أنه كيف بدون يحفزوك، كيف تحفزوك، وانت ما شاء الله عنك يعني أنت بتشجع الكل أنت اليوم، أنت أنا قلني أقول لك خيوة السلام، أنت اليوم أنا إصبار لألي، أنت اليوم حبيبي، أنت رأسي، حبيبي، سلم رأسك، هذه الحقيقة أنت الإنسبة لألي، ولكل العالم يحضرنا اليوم، كلام بتعرفك إرادة صلبة، إيمان رأسك وإن شاء الله يا رب، تكون خاتمي حلوي، شبتم أهلك اليوم يلي عثلين هام، يلي خايفينين وحقوا هيدا، طبعا تحيي إلهم والله أنا بقلكون غريحوا راسكن، تكلوا عالله، وحمد للله على كل شيء الله كريم، أكثر من هك شفيان سان يقول طيب، عندك شيئ غير كلم بك تقول أخي واسا والله، لن تكون صحيحاً معك، تحاولوا، لا توقفوا نعم، خليك حمد تقريب ما تخلو شيء واف بوشكن، ما تخلي أي شيء يكون حدود لألكون طالما لإنسان من تقلع الله فيه يعمل أي شيء نعم، وبهالكلمات خيوي سامي، تشكرك حضورك مرة تانية حبيبي، أنا متشكراً وستمحنا أنه عزبناك معنا اليوم رغم الوجع أو الألم، يعني أنت لك يعني بمعنى حوالي خمسين دقيقة تقريباً هذا من قدره عالياً جداً يعني ما مناخده باستخفاف ولا بأي شكل من الأشكال ما تبني لك الصحة والعافية، شرفتنا كأول ضيف ببرنامجنا وأنت خي، مش هتوقف لصة هون وبدعي كل المشاهدين أنه يقدموا دعونا على القوفانبي على الفيسبوك لأنه هيك شخص جذير بالدعم، جذير بالتأدير جذير عائلته أنه ما تعوز حدا من بعض بما كان هو الحمى وطبعاً الله يطول بعمرك ويشفيك وترجع أقوى مما كانت إن شاء الله خذ إجاء الله يخذك مشاهدين الكرام ويسام 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 مش ويسام الهوب كله ويسام الأمل كله، مش بقعة أمل فقط ويسام هو الأمل كله، ويسام أمل ويسام أمل كل الطيبين ويسام شكراً أنك جيت لنا وحفصنا وشجعتنا وقويتنا وخليتنا نطلع قدامك يعني ولا شيء، كل التحديتنا بنمر فيها ولا شيء قدام تحديتك الله يارب يفرج عليك وعا عائلتك وعلى الجميع وعلينا وعلى جميع خلقه متشكر مرة تانية واسب ميديا نتورك كله الاسبونسر سبع واسب ميديا نتورك متشكر أيضاً تحيلة ستينك تيفي أربيك أكثر من ثلاثين إزائية عربية بلس بي أم سبورتس وأيضاً الشاهد بلس توصلوا معنا على واتساب ميديا نتورك لحتى تحصلوا على مشاركة وتجربة مجدينية مدأ اسبوع سبونسرز الاسبوتوف هوب بقعة أمل على إشرارة العقاري على إشرارة خينا وحبيبنا من سنشري تون وون وأيضاً لمو إكسبرس لخينا وحبيبنا مروان فرج تحيي لكم مشينا الكرام ملتقان القادم إن شاء الله الثلاثة المقبل عند الساعة بشكركم على دعمكم والسلام عليكم ومحمد الله وبركاته